حتى أب، أم، عضو في الأسرة، عضو في المجتمع، ما هو لازم فلوس، اللي يقدرك الله أيضاً من الحكمة الإيجابية، أنك تشوف النعم اللي عندك، أنك تقدر النعم اللي عندك ترى النعم اللي عندك هذه اللي أنت تعودت عليها، يمكن تكون حلم عند غيرك ويمكن لو أول ما جاءت كده النعمة، كنت طاير فيها من الفرحة لما تيجي، لو الله يعني يرزقك وشتري سيارة جديدة، في البداية فرحان فيها مبسوط بعدين، يمكن أن تملع عينك، هذا فخ، هذا فخ كبير لأنه لا يمكن أن يملع عينك شيء فلازم يكون عندك أخذ وعطاء وحكمة، معنى إيجابية وتفاعل وتقدير للنعم واعتدال ذكرتني مقطع، يوم قال كيف حالك؟ قال في زحام من النعم صحيح ويوم اسأله، قال له واش قصدك يعني في زحام من النعم؟ قال لأخي عندي كلية أسوالها مليارين وعندي كلية شغالة تسوالها، وقامي عدد الأشياء اللي فعلاً تمر علينا عرفت وإحنا ما ننظرها على أنها هي النعمة الحقيقية وهي السعادة اللي هي الصحة، العافية، الستر صحيح كأنك أنت تقول يعني دقق فيها ترى السعادة الحقيقية لو أنت نعم، نعم، في مقولة تقول بحث عن السعادة مثل البحث عن النظارة في كل مكان دون أن نلاحظ أننا نضعها أمام عيوننا نصيحة، كن سعيداً بما لديك الآن كن سعيداً بأسرتك الحالية، كن سعيداً برزقك الحالي، بصحتك الحالية بالأمن اللي أنت فيه، بالنعم الكثيرة اللي أنت فيها اللي هي النظارة اللي أنت قاعد تعيشها البعض مو بشايف ذي كلها وقاعد يركض يدور شيء مو بعنده، واللي عندها أكثر وأهم صح فإنك تشوف هذه النظارة تلمس النعم اللي عندك راح تكون سعيد أنا لست ضد السعي وراء المزيد من النجاح اسعى، لكن ليس كسرط للسعادة وبدل الأسباب ابذل الأسباب، لكن لا تجعله شرطاً للسعادة، تجعله هدف في الحياة تمكنك تسعد، تروح تتمشى، تروح تسوي، توسع صدرك خذ راحتك، لكن شوف اللي عندك تسعد فيه وانتبه من الفخ انتبه من هذا الفخ، لا شك يعني معناته أنه ابذل الأسباب ليس فخ لا، بالتأكيد هو الفخ فكري، فعلياً ليس عملي الفخ هو من يتوهم بأن السعادة هي المتعة واللدة هذا هو الفخ، أنا لست ضد أنك تسعى للمتعة لكن باعتدال لكن إذا أنت تسعى لها وأنت في عقلك أن هذه هي السعادة قد تواجه مشكلة التكيف، تتعوذ عليها فما تسعدك وأحياناً أصلاً ما تقدر تحصلها يعني فلوسك محدودة أو قدراتك محدودة فتصير تعيس طيب، في نهاية الفقرة هذه اللي وقع في الفخ وهو أصلاً يعني متورط كيف يرشده عمر العريفي؟ هو الحسن الحظ أن الفخ فكري هو لا تقع فيه وتنشب فيه أنت تنشب في الفكري اللي هو شيء معنوي نفسي قناعة، قناعة داخل عقلك إذا أنت توهم بأن السعادة هي المتعة تغير هذه القناعة الحسن الحظ، الحلو في الموضوع أنه ليس فخة تنشبت فيه ورط فيه لا، أنت الآن تنظر للمتعة والسعادة لو فرض أنك واقع في الفخ تنظر المتعة والسعادة وتركض وتلهث فيها تعتقد أنها السعادة هي واحدة من الأركان واحدة من الأشياء الرائعة أن تكون في حياتك لكن ليست السعادة غير هذه القناعة ضف إلى حياتك عطاء ضف إلى حياتك حكمة حكمة إيجابية تفاؤل، تقدير النعم الحالية وإعتدال أنت رفعت هرمون السعادة عندي تكلمنا على نقاط عمية فعلاً كانوا يحتاجونها الناس إذا تحب تختم الفقرة هذه الحديث لك نعم، الله يعطيكم العافية وشكرا لكم على استضافة رائعة أتمنى أنها كانت مفيدة يعني الفكرة الرئيسية جداً استمتع بحياتك واسعى للمتعة باعتدال هذه ليست السعادة لكنها واحدة من الأشياء التي تجمّل حياتك ضيف لها العطاء وضيف لها الحكمة التي هي الإيجابية والتفاعل والاعتدال وتقدير النعم تكون سعيدة إن شاء الله عمر العريفي وهو مؤلف ومدرب شكراً جزيلاً لك وشكراً لحضورك شكراً جزيلاً وأما أنتم فنقول لكم أننا دائماً في النقطة العمية نقول أن وراء كل مشكلة تحاصرك نقطة عمية شاهدنا ثم قرر بنفسك إلى اللقاء